خد بقى الخلاصة تصريح السيسي النهاردة بلسانه اللي قال فيها ان الاعداد هتكون بالالاف خلال الايام اللي جاية بالراحة كده السيسي يحذر من وصول عدد المصابين بكورونا في مصر الى الالاف خلال ايام قليلة ده معنى ايه ان السيسي بيهيئ الناس للاعلان عن هذه الارقام خلال الفترة الجاية واننا في مرحلة الانفجار طيب كلام ده اول مرة نسمعه لا نفس الكلام قالته وزيرة الصحة من يومين اللي قالت اننا لو فشلنا في مواجهة كورونا حيبقى ده بسبب الناس قدام حضراتك هو لو فشلنا في مواجهة كورونا هيبقى سبب بسبب سلوكيات الناس موقع مصراوي وبالتالي نبص على قرارات الدولة لمواجهة الكورونا على كل القطاعات احنا متأخرين اي ومتأخرين عن العالم بخطوات كتيرة دولة اخر دولة مانعت المدارس اخر بسبب ايه بقى كوالس وغيره كل خطوة بنتخذها متأخرة وفي الاخر الدولة بتحملها المين للشعب وعلشان ما فيش امل في الدولة خلينا بقى هنا نوجه رسالة لحضراتكم بناشد الناس انها تقعد في بيوتها لان في ظل الحالة اللي بتعيشها مصر النهاردة والامكانيات المحدودة اللي متوفرة في قطاع الصحة لازم تعودوا في بيوتكم لان انت مش هتقذي نفسك لوحدك لا انت هتضر بقيلتك بامك باخوك باخواتك بذوجتك باولادك وهتكون كرسة في الآخر فارجو من حضراتكم ان احنا نحاول نسيطر على انفسنا ونقعد في البيت الفترة اللي جاية بقاك في البيت امان ليك ولمن حولك